النافع أيضاً الحبة السوداء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفاء من كل داء وأفضل طريقة لاستخدام والحبة السوداء عندنا أمرين إما عندنا زيت الحبة السوداء لا بأس أن الإنسان يفرق به جسده يقرأ على زيت حبة السوداء ما تيسر من القرآن ثم يفرق ويدهن به الجسد قبل النوم لماذا قبل النوم؟ قبل النوم أفضل لأن في الليل ويقول هذا كلام أهل الاختصاص أنه يحصل انفتاح في مسامات الجسد فإذا حصل انفتاح في مسامة الجسد فإن الزيت يكون دخوله أيسر فتكون المنفع أعظم أيضاً تناول الحبة السوداء تأتي بالحبة وأفضل طريقة هو أن تأتي وتضعف العسل ثم تمضغه مضغاً أو تمضغه مباشرةً إذا ما استسرقت طعمه تضعه في قليل من العسل ثم تنجله لماذا قلت تمضغ مضغ حفاظاً على ما يسمى بالدهون الطيارة هذه الدهون إذا بعض الناس إيش يفعل يفور حبة تلبركة على الماء فتقل الفائدة لماذا؟ هذا الزيت الطيار الزيت الطيار هذا يطير فتقل الفائدة نعم يستفيد لكن الفائدة تقل فأفضل طريقة أنك تتناول في العسل أو مجرد ما طحنته فوراً تضعه في العسل تخلطه بالعسل وتضعه في الثلاجة مثلاً ثم تتناوله على فترات وكما قلت تمضغه مضغاً وأما وضعه على النار فإن الفائدة تقل وهو مفيد جداً بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج الأمراض الروحية وغيرها من الأمراض الحسية